موسيقى يعني وانت عايز تطلع طلبة للجهاد في سبيل الله انت بتبني اولا لو انت عايز تتكلم عن التاريخ روح الترسلون في التاريخ في اطار التاريخ والتاريخ الصح اللي فيه ما له وما عليه مش التاريخ التمجيد التجميلي احنا احسن ناس وحنا عظم ناس ومعملناش عن غلط خالص وفاكر كده انك بتربي الوقت بقى ايه بتفهمه انت اللي بتربيه ولا حاجة هو موضوع بالنسبة له ارمي هو هياخد منها ايه ان مين البطل البطل اللي ركب الحصان وبيقتل واو ويحارب وان الجهاد هل انت محتاج دلوقتي تعظيم مشاعر المواطن او الطالب او الشاب للجهاد في سبيل الله يعني احنا في مرحلة دلوقتي الحرب والغزوات يعني انت عايز بطل ومفهومك للبطل هو البطل اللي ماسك سيف وبيحارب الناس وبياخذوا البلاد والشعوب الاخرى عشان داخل ينشر دين الاسلام لا ده مش البطل دلوقتي مش ده البطل ولا بالمناسبة كان زمان كان قائد عسكرية حقاية البطولة بطولة عسكرية في سياقه التاريخي ومش هناقش دلوقتي انا هنقش صورة البطل اللي مفروض تقدمه بلدك دلوقتي هو البطل للوطن والبطل مش البطل اللي بسيف البطل اللي بالعقل البطل اللي بالعلم احنا اصد حالة من حالات تحويل الدين الى انه جهاده بس انه التاريخ هو مواجهة الاستعماره بس ان البطولة هي الحربه بس وكل العيال يدرسوا ده ازاي يا جماعة ازاي المطلوب الان افق اوسع وده نسلهم العلوم كبطولة الاختراع كنصر هو ده اللي مطلوب انما انت حشرني حشرة في العالم القتالي والحربي والجهادي طب ما ده انتو جلنا الخلافة الاسلامية والمش عارف ايه بتربي 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 مش كيف هي خطب الجمعة اللي رأيها برضو ان الخلافة والحرب والغزو وبتاع دي احسن حاجة في الدنيا